السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هنبدأ مع حضراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى شرح طريقة عمل فيديو ببرنامج سونيفيجاس برو عشرة أول حاجة هنعرف كده شوية حاجات مهمة جدا في البرنامج إكس بلولر دي لما مندوس عليها بنصدر للبرنامج أي مادة صوتية أو أي صورة أو أي فيديو إحنا عايزين نستخدمه في الفيديو وهنعمل الكلام دي دلوقتي عملي ترانزيشنز دي اللي هي الانتقالات ما بين صورة وصورة وفيديو 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 وصورة وصورة وفيديو الفيديو اف اكس دي دي الفلاتر اللي بنضعها على الصورة أو على الفيديو عشان نغير فيه أي حاجة الميديا جينريتور دي مهمة جدا ودي اللي فيها الطريقة اللي بنكتب بها على الفيديو خصوصا برو طيب وتيكست دي اللي اتنين دول اهم اتنين بنستخدمهم باستمرار بروشيكت ميديا دي اللي أنا لما بصدر أي فيديو أو مقطع صوتي أو صورة للبرنامج بتنزل هنا أوتوماتيك في البروشيكت ميديا تعالوا نشوف مثال عملي على الكلام ده هنجيب دي مثلا ونحطها هنا أول ما وضعناها هنا نزلت في البروشيكت ميديا خلاص يبقى البروشيكت ميديا دي بتجمع كل الملفات اللي أنا بستخدمها في الفيديو سواء فيديو أو صورة أو مقطع صوتي لو لاحزنا أول ما أنا خدت الفيديو وضعته على طول هنا في منطقة التراكات خد لي نفسه تراكين أوتوماتيك الفيديو خد لي نفسه تراكين تراك للفيديو وتراك للصوت دي هنا شاشة العرض اللي بتعرض لأي حاجة أنا وضعتها تحت في التراك يعني مثلا أنا وضعت هنا الفيديو في التراك لو قلت له كده اشتغل هنا جودة الفيديو هنا جودة الصورة بتاعت الفيديو وأنا بستخدم البرنامج مش وأنا بانتجه لما أجي أنتج الفيديو دي حاجة تانية لكن أنا بتكلم هنا جودة الفيديو وأنا بعرضه أثناء شغلي فيه فأنا ممكن أخليها هنا أوتو أو فول أو هاف أو كوارتر كل دي جودات مختلفة هنا دي رسمة الشاشة دي لما بضغط عليها بيكبر لي الشاشة مباشرة نضرب مثال عملي هو دلوقتي يكبر لي الشاشة هنا دي أحيانا بنحتاجها لما أجي مثلا وأنا بعرض الفيديو عايز أخذ منه لقطة عشان أستخدمها فيما بعد ممكن أدوس كده سيف وأقول له مثلا أنا عايز الصورة دي احفظها أقول له سيف كده هلاقي حفظ للصورة وكمان نزلي منها نسخة هنا في البروجيكت ميديا ممكن أخذ الصورة دي أنا كده أنزلها هنا في الفيديو هنعلم عليها وندوس دليت وانشيلها تاني طبعا وارد جدا وأنا بعمل الفيديو الكهرباء مثلا تقطع ممكن مثلا أكون عايز أؤمن على الجهاز وعايز أكمل المشروع بتاع الفيديو بتاعي فيما بعد فطبعا مش يسيب الكلام ده من غير مسايفه لازم أحفظه فيا إما هدوس هنا عشان أحفظ الشغل ده وبيسألني هو عايز تحفظ الشغل ده فين فأنا مثلا أكتب له اسم الملف اللي أنا عايز أكتبه وقال له سيف يقول لاحظنا هنا بقى اسم الملف بسم الله الرحمن الرحيم وممكن طبعا أصدر ملفات للبرنامج برضو من هنا اختر مثلا أي حاجة أي ملف أنا عايزه لو علمت عليه هينزله لي هنا على طول في البرنامج زي كده مثلا صوت المخصوط هنزلت هي أنا ندوست Enter هينزل لي الصورة في التراك تحت أو ممكن أنا أخذ الصورة كده ونزل الصورة هنا في التراك وأول ما بنزلها بتنظهر مباشرة على الشاشة لو كان المؤشر ده عليها لو المؤشر ده مش عليها كان هنا كده مثلا مش هيجبها يعني اللي بيعرض على الشاشة اللي المؤشر ده وقف عليه زي كده ده هنا كاميرا لو أنت موصل كاميرا على الجهاز وعايز الجهاز يصور من الكاميرا وينقل على طول مباشرة على السوني فيجاس ممكن تعملها من هنا بالنسبة للتراكات اللي بتنزل تحت أنا ممكن أضيف تراك بكليك يمين هنا وأقول له إيه Insert Video Track نزل لفيديو تراك لو دوس تاني هينزل تاني برضو اهو Insert Video Track ده تراك تاني لو قلت له Insert Audio Track هينزل لصوت طبعا واضح الفرق ما بين تراك الفيديو ما بين تراك الصوت تراك الصوت بيبقى فيه مؤشرين واحد للسماعة يمين وشمال اللي هو ده والتاني اللي بيعلي الصوت ويوطيه أما التراك بتاع الفيديو واضح هو أنه مختلف عن تراك الصوت طيب أنا ممكن أضيف تراكات بدل كليك يمين بالموس وكلام ده لو أنا دست Ctrl Shift Q هينزل تراك فيديو ولو دست Ctrl Q هينزل تراك صوت خلينا الأول نشير التراكات دي عشان نجرب عملي عجل ده شيرنا التراكات الزيادة أنا هدوز دلوقتي Ctrl Shift Q اهو بينزل تراكات اهو تراكات فيديو هنشيلها بالدليت بنعلم على التراك وبندوس دليت بيتشال مباشرة هندوس Ctrl Q أعمال ينزل تراكات صوته طبعا الحاجات اللي تحت دي هنا دي ممكن أسجل منها صوت مباشرة على برنامج السوني فيجاس لكن أنا مش بعمل كده أنا لما بسجل صوت بسجل بالأدوب إيديشن لأنه برنامج فيه شغل ومنتاج ممكن أمنتج زي ما أنا عايز وبعد كده بأخذ الصوت بحطه هنا في السوني فيجاس وببدأ أعمل بهو الفيديو لكن أنا برضو ممكن أسجل الصوت من هنا لو دست كده بدأ يسجل اهو حتى الذبزابة بتاعت الصوت بينا جدا في الكلام بتاعه وأنا بتكلم بالنسبة للصوت برضو ممكن أنا مثلا عايز الصوت ينتهي بطريقة ظريفة بدل ما ينتهي كده مرة واحدة لا ممكن ينتهي بالتدريج فبجيب الموس هنا كده على الحرف بتظهر لي الزاوية القايمة دي بمسكها كده وبعملها كده كده الصوت هينتهي بالتدريج خلاص لو عايزين نرجعها تاني زي ما هي نمسكها كده ونرجعها تاني كذلك الصورة هنا مثلا هنشوف كده الصورة اختفت مرة واحدة لكن انا لو مسكت دي كده وخلتها كده نشوف الصورة هتختفت ازاي كده الصورة اختفت بالتدريج طيب انا ممكن لو مسكت مقطع صوتي ووضعته كده مع مقطع تاني هيعمل لي تداخل في الاصوات زي كده وممكن برضه الصورة لو انا جبتها كده مع صورة تانية هتعمل تداخل في الصور زي كده بتبدأ تظهر واحدة واحدة طيب افرد انا عايز افصل فيديو معين عايز اقطع من الفيديو اجيب المؤشر ده كده مثلا في المكان اللي انا عايز اقطعه وليكن هنا وادوس حرف اس كده اللي حصل ايه الفيديو تقطعه اعايز اقطع تاني كده انا اقطعت الفيديو كده ايه اقضر اتحكم في ده اجيب ده ورده مباشرة او اقدر ارجع ده تاني مكانها زي ما انا عايز في الفيديو يبقى انا اقدر اقطع اي فيديو بتقطع بالصوت بتاعه طيب افرد انا عايز اقطع الفيديو من غير الصوت هناخد مثلا الحتة دي ونجرب عليها كليك يمين على الفيديو واجيب وقل له كلير كده ايه الصوت بقى حر عن الصورة ده الوحده وده الوحده ولو انا عايز اقطع بدل موضوع الكليك يمين وجروب وكلير والكلام ده كله لا ممكن اقف كده بالمؤشر على المكان اللي انا عايز اقطعه وقوم دايز كنترول يو طيب في نقطة كمان افرد انا مثلا عايز صورة او فيديو مايظهرش تمام الظهور بتاعه اي انا عايز مثلا قوة الظهور بتاعه تبقى ضعيفة باجيب كده الموس عند اول الصورة من فوق بتظهر لي علامة الكف دي بقوم ماسك كده ملاحظين الشاشة قوة ظهور الفيديو بيتقديه ضعيفة جدا وممكن اخليها صفر وممكن ارجعها تاني قوة الظهور رجعت مية في المية نفس القصة دي ممكن اعملها مع الصوت يعني مثلا هنا هو الصوت عالي لو انا دي نزلتها كده مثلا شوف الصوت الصوت انخفض يبقى ده هنا انا بشوف بها مؤشر الصوت فيه نقطة تانية مهمة جدا اللي هي event band group دي دي من اكتر الاشياء اللي بنستخدمها في الفيديو لكن انا مش استخدمها دلوقتي انا هستخدمها لما اجي اعمل فيديو من اول وجديد وممكن نبدأ دلوقتي تجربة عملية هنشير الحاجات دي نعلم على اي حاجة وندوس delete في الكيبورد كده احنا مساحنا كل الحاجات اللي احنا وضعناها هنجيب دي دي مثلا مقدمة الفيديو اللي انا هشتغل بيه انا شايف مثلا حتة دي زيادة عن الفيديو هشيل الزيادة دي اهي delete بالكيبورد اتشالت هجيب import واشوف الحاجات اللي انا عايز اجيبها ده الصوت بتاعي في الفيديو انا علمت كده عليهم قلت له ابن نزل لي الاربع ملفات الصوتية هنا في الفيديو هجيب الصوت ده مثلا واضعه هنا كده اول ما هتخلص المقدمة هيبدأ على طول يشغل الصوت اللي انا وضعته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب انا دلوقتي عايز اعرف الناس انا بتكلم في ايه او الحلقة دي عن ايه فهتطر دلوقتي ان انا اكتب على الفيديو طب عايزين نعمل تراك للكتابة هندوس كنترول شفت كيو نزل لي تراك اهو هقول له كنترول شفت كيو تاني وادي تراك وادي كمان تراك وادي كمان تراك كل تراك من دول ان شاء الله هنستخدمه وهنقول هنستخدمه في ايه اول تراك ده انا ممكن اعمل فيه لوجو شعار للقناة التعتي مثلا طيب اجيب اللوجو منين هنا برضو نقول له اعرض الصور اللي هنا هناخد مثلا الشعار ده وهنجيب دي خلاص هنخلي دي نو ونعلم هنا ونصغر دي كده على الاخر عن طريق البكرة وناخد دي كده فوق خالص وبعد كده نمسك دي ونبدأ نركن اللوجو فوق خالص على اليمين احنا كده ايه ركننا اللوجو فوق خالص طبعا انا ممكن برضو اخلي اللوجو ده يظهر بشكل ظريف عن طريق الترانزيشنز دي وليكن مثلا وليكن مثلا ده انتقال بمسك الانتقال وبحطه في اول الفيديو كده مثلا بيظهر دي بقى فينها قدي الانتقال نزل اهو او ما شغل بمسك الانتقال بمسك الانتقال كده استخدام ما شغل بمسك الانتقال طبعا محتاجين نعمل صورة خلفية للشغل اللي احنا بنعمله فهنعمل كده ناخد تلاك من دول بنموس كده نسدله تحت خالص ادي اتراكه ونقول له مثلاً امبورت ميديا ناخد مثلاً دي الصور دي نعملها خلفية نزلتها هي وناخدها كده دي بقت خلفية دائمة للفيديو بتاعي وانا ممكن اطور المدة بتاعتها وممكن اصر المدة حسب ما انا عايز لما بجيب الموس على اول كده اقدر امسك وازود مدة ظهور الصورة في الفيديو وطبعاً من فوق هنا على اليمين مسألة وهي بتظهر وهي بتختفي يبقى كده اللوجه هو موجود وهذه المقدمة هنجيب الصوت بتاعي اللي انا ببدأ به الفيديو بعد المقدمة بنحطه جنب الصوت اهو بنشغل خد وقت على ما اشتغل فبنقربه كده شوية تمام كده كل شوية بنصيف اللي احنا بنعمله طبعاً عايز طبعاً احط هنا كلام عشان الناس تعرف انا هتكلم عن ايه فاكليك يمين هنا كده وقوله انسيرت تكست ميديا طلعلي كلامه بشيله وبفتح الموقع اللي بيه اقدر اضع كتابة باللغة العربية في برنامج السوني فيجاس وقادي الكلامه اللي انا عايزه بقوله كونفيرت بديس اوكي واخد الكلام ده كوبي وارجع البرنامج كليك يمين وحط الكلام هنا ودي انتر هنا ممكن اخلي حجم الخط كده يبقى تخين بكبر حجم الخط من هنا نخلي مثلا تمانية وعشرين ونجيب هنا خط معين نوع الخط اندلس ممكن نكبر كمان شوية نشغل كده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم الناس ورحمة الله للعالمين سيدي بحط هنا اسم القناة بتاعتي ممكن احط رابط للقناة ممكن اضع اسمي ممكن اضع اسم السلسلة اللي انا عاملها مثلا ممكن اضع رقم الحلقة ممكن اضع اسم الحلقة نفسها اللي انا عاملها عشان ارد فيها على شبهة او عشان افند فيها اي عقيدة غير عقائد المسلمين بعد الصوت بتاعي ده وبعد ما اضع هنا الكلمات اللي انا عايزها ببدأ اجيب الفيديو اللي انا هرد عليه ماشي ادي الفيديو طبعا انا دخلته هنا في البروجيكت ميديا دي من ايه من امبرت ميديا من هنا كده اقدر اجيب اي حاجة ادخله في البروجيكت ميديا دي هاخد الفيديو كده هو واضعه هنا او ممكن اوقف المؤشر هنا واجه هنا على دي كده ادوز انتر الاقي المقطع النزل على طول في المكان اللي انا كنت محدده اول ما صوته هيتوقف هيبدأ اشتغل المقطع الفيديو على طول تمام طيب هنا لو لاحظنا ان صورة الفيديو مش واخدة الشاشة كلها في حتتين صوت كده على جنبهم فانا اعمل ايه اقوم دايس على افنت بان كروب واجه هنا بدل ما هي يس اخليها نو شايفين الصورة هنا بيتعاملة ازاي كده الصورة تاعت الفيديو خدد للشاشة كلها تمام طيب في هنا كلام مثلا انا معلم عليه باللسود عشان استفيد منه ممكن اضع فيه رابط القناة بتاعتي فممكن اجي هنا واقول له انسيرت تكست ميديا وادخل على قناتي واخد الرابط ده اضعه هنا طبعا الخط كده كبير جدا هنشوف مثلا كده ثلاثين اضعه هنا وليكن مثلا خمسة وثلاثين ماش تمام هدوس كده اضعه هنا واجه هنا على افنت بنكروب واخلي الكلمة تنزل تحت وامش بقى كده مع الفيديو اول ما تظهر دي ايظهر معها الكلام المكتوب طبعا هنممكن نلغي صوت الكائن ده من هنا ميوت وبعكد ايه نكمل ونشتغل هناخد منها نسخة كوبي طيب بنمد الشعور بتاعنا كده قدام شوية تمام ونفتح الصوت ثاني ونجيب ثاني مقطع صوتي لي اللي ببدأ فيه الرد على الشبهة نشوف طيب احنا نفتح مسند الامام احمد بن حنبل طيب احنا كده عايزين صورة المسند ادي صورة المسند ودي صورة الغلاف بتاعه دي صورة الصفحة اللي احنا عايزينها تمام تمام ممكن بدل ما الصورة تظهر كده مرة واحدة كده ممكن نعمل حاجة كويسة جدا نعمل حاجة اسمها ترانزيشن واللي يكون مثلا ده ده انتقال هنشوف بيشتغل ازاي هذا اليمان احمد بن حنبل طبعه مؤسسة المسالة الجزء الرابع والاربعين طيب وممكن نقرب نجي هنا كده ندوس على ايفنت بن كروب ونعمل نقطة الارتكاز مهمة جدا ده نعمل نقطة الارتكاز سهم تحت ونرده تاني او سهم فوق ونرده تاني ونجي بعدها كده نقرب بقى عشان نعمل زوم نجي مثلا هنا وننزل تحت كده نشوف بقى الشغل احنا عمل نبقى عمل ازاي اهو طيب وهذا الجزء اربعة واربعين اهو وهذا الصفحة ممكن نعمل انتقال ما بين الغلاف ورقم الجزء زي ده مثلا وناخد برضو انتقال تاني هنا اهو نشوف الشغل احنا عملناه طيب نعمل هنا زوم على الكلام اللي احنا عايزين نقربه اهو ادي نقطة الارتكازه ايه ونجي هنا كده نبدأ ايه نقرب ماشي نشوف الشغل احنا عملناه اه كده تمام طيب هنا اللوجو هنا مخبيلي جزء من الكلام ممكن انا اعمل ايه في الحلقة دي ممكن ناجي هنا كده مثلا ودوس اس على اللوجو لمدة معينة وبعد كده هيرجع ايه يظهر تاني انشوفت كده مع بعضنا تمام طيب من اول ما بدأنا نقرأ عن ام الفضل طيب انا عايز الاول من اول عن ام الفضل كده عشان الناس تركز معي في الكلام اللي انا بقرأه هنعمل ايه هنجيب media generators ونجيب solid color ادي اللون الاحمر اهو مثلا نحفظ الشغل اللي احنا عملناش اما يضيعش اول موضعنا اللون الاحمر خلى الشي كلها حمره طبعا انا مش عايز كده اعمل ايه بقى اوام جايب هنا الموس على اول الصورة وامسك كده بالموس كليك شمل وافضل نازل كده تمام واجيب هنا event bank group وهو منازل كده اهوه لما بنزل كده اللون بيت وصطن معي انا مش عايز كدا اعمل ايه؟ اجي هنا واخلي الاتنين دول نو انزل بقى كده تمام كده اتزبطت معايا اوام جاي هنا واخد منها نسخة كوبي واجي فوقيها اوام دايس كنترول في واجي فوقيها تاني كنترول في تاني كده انا عطل تلات نسخة ماشي؟ طيب نجي على تاني نسخة هنا ننزل تحت كده وتلات نسخة نجيبها هنا كده ماشي نخش على التانية نزبطها طبعا فيه هنا فراغة ما بين اللون دا واللون دا دايس اتزبط ازاي؟ نجيب الدايرة دي كده هنا ونوستنها ونكبر بالبكرة في الموس ونبدأ نطلع فوق سنة سنة كده اتزبطتها حتى لو كبرنا الصورة الزبط دا هي الفراغ اللي هنا بين اللونين اختفى ماشي نرجع تاني نجيب دي برضو فيه هنا فراغ ما بين اللونين نعمل ايه؟ نجي هنا نوستن الدايرة دي كده في النص ونكبر كمان واحدة اتزبطت هاي ونقفل هنطول كده شوية هنا وناخد الالوان دي كمان نطاولها معانا ونبدأ نشوف الشغل اللي هيحصل ايه؟ طيب نضبط بقى الحتة دي كده وناخد الالوان لو لاحظنا هنا كده لما اللون بيجي وساد اللون بيظهر لون اصفر اللون اصفر دا ظهوره معناه ان كده التلاتة ماشيين مع بعضهم التلات الالوان دول ماشيين مع بعض ونجي هنا على ايفنت بانكروب ندوس وندوس هنا على الصورة ساهم فوق وساهم تحت عملنا النقطة اللي الارتكازة هي اللي احنا بنتكلم عليها نمشي كده سنة صغيرة وننزل بقى تحت عشان نقرأ تخريج الحديث وحكم الشيخ الارنقوت على هذه الرواية نقفل ونشوف شغلنا بقى عامل ازاي؟ هذا هو الاشتهاب ثانيا الحديث هذا هو الهوامي اشتاح الشيخ شعيب الارنقوت ومن معه من المحققين قالوا اسناده ضعيف طيب يبقى انا هاجي عند كيمة اسناده ضعيف وابدأ الون الكلام اهو واخد اللون اصبطه على الكلام اللي انا عايزة لوونه عليه اهو اسناده ضعيف تمام؟ نشوف كده الشغل احنا عملناه حسين ابن عبد الله وهو ابن عبد الله وهو ابن عبد الله العباس هنا بدأ يتكلم على ايه؟ على حسين ده فا ايه؟ نجي كده وبرده نعمل موت الارتكاز اهي ونجي بعدها نبدأ نطول دي كده ونجي تحت هنا نحط كمان لون تاني عجل نلون كلمة ضعيفة اللي تحت دي نشوف كده شغلنا قين قالوا اسناده ضعيف اسناده ضعيف حسين ابن عبد الله وهو ابن عبد الله ابن عباس ضعيف اذا حتى الكتاب اللي زكريه تقرز جاب منه الحديث والحديث مكوش ولا لفظ اجتهاء ولا معنى اجتهاء وفي نفس الوقت الحديث ضعيف طيب هذي الرواية ضعيفة طيب انا بعد كده بدأت اجيب مرجع تاني كمان بيقول ان الرواية ضعيفة وبعد كده بدأت اوري للمشاهد مين هو الروي الضعيف اللي ورد ذكره في هذه الرواية عن طريق عرض كتب الجرح والتعديل اللي هو علم الرجال يعني انا هنا مش بصدد ان انا ارد على الشبهة لكن بصدد ان انا اوري الاخوة المسلمين والاخوات المسلمات ازاي نعمل فيديو للرد على الشبهة خلاص هنطول هنا كده ونيجي هنا مثلا نشيل ايه نشيل الكلام الزيادة احنا مش عايزينه كده احنا عارفنا ازاي نعمل نوت الارتكاز ازاي نعمل زوم ونقرب ونبعد الزوم سهل جدا زي ما احنا وضحناه ازاي نضع صورة او صوت او فيديو ازاي نعمل تداخل ما بين الصورة والفيديو او الفيديو والصورة او الصورة والصورة مع بعض ازاي نعمل انتقالات ازاي نضع اللوجو كل ده احنا عارفناه في هذا الفيديو طيب هناخد المقدمة ناخد منها نسخة كوبي ونضعها في الاخر كده كنترول في ادي المقدمة بتاعتنا نزلت عايز اعمل انتقال ما بين الصورة دي للنهاية بتاعت الشغل اجي على ترانزيشن مثلا نقوله دي وحط الانتقال ما بين الصورة والفيديو خدلي نفسه مكان على طول مباشرة ونشوف كده شفتوا الانتقال طيب او ممكن نعمل انتقال داني مثلا ده انتقال اهو برضو تمام ممكن نعمل الانتقال ده بناخد الانتقال ونرمي بين الصورتين على طول بيعمل لنا ايه انتقال ما بين الصورتين خلاص طيب لو كبرنا شوية بالبكرة هنا كده هنلاقي ان فينا علامة اكس علامة اكس دي ممكن ادوس كده لو دوست هنا هلغي الانتقال وممكن ازبط الانتقال وطريقته وشكله من هنا كده بأمور تانية زي كده مثلا ماشي لما بحرك تعال نجرب دي كده هنا دي جنب دي او نجيبها هنا عشان تبقى واضحة انا بحرك هنا كده شايفين يبقى كل ده انا ايه بغير في شكل الانتقال نفسه كمان ماشي اهو كده بنفردها كده ايه وممكن نجيبها كده ماشي دي ممكن نجيبها كده خلاص وهنا اللون اللي انا عايزه يحصل وقت الانتقال شايفين بأصفر ازاي اهو طيب انا عايزه ازرق ممكن لون احمر طبعا الكلام ده سهل جدا بالنسبة لكم خلاص وممكن اشير الانتقال خالص لو انا دوست هنا هدوس هنا كده اتشار الانتقال تماما من هنا خلاص شغل ماشي كده طيب اظن كده احنا قلنا كده كل حاجة يعني لو في اي حد عنده اي استفسار يبقى يكلمني ان شاء الله سبحانه وتعالى هنيجي بقى عشان ننتج الفيديو اللي احنا عملناه ده انا دوست بالموس على الحتة دي كده لغاية الاخر حتى يظهر لي مسلسين كده صفر مكان ما انا علمت كده هو ده الفيديو اللي هو هينتجهولي خلاص واروح هنا كده عند رندر ادوس بكتب هنا بختار اسم الفيديو لما اجي انتجه اقول له مثلا ناس في شبهة اشتهاء النبي طفلة فويق الفطيم ماشي وهنا بختار صيغة الفيديو اللي انا عايز الفيديو يخرج به ممكن اخليه WMV ممكن اخليه AVI ممكن اخليه اي صيغة من الصيغة اللي قدامنا دي خلاص انا طبعا بشتغل على طول WMV هدوس كده بدأ يعمل الفيديو وينتجه ان شاء الله سبحانه وتعالى هنعمل فيديو ازاي افتح قناة وحساب على اليوتيوب وازاي ارفع الفيديو وازاي ازبط القناة بتاعتي وازاي اضع تعليقات توضيحية على الفيديو اللي انا ارفعه على اليوتيوب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا نوجهه الكريم وان لا يجعل فيه سمعة ولا رياء هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته